مع سريان العمل بالمستوى الأخضر شكلت عودة الموظفين بصورة كاملة إلى مزاولة أعمالهم من مقار العمل وعودة المدارس فتح أبوابها لاستقبال الطلبة شكلت تتويجا للجهود الوطنية المبذولة لتصدي لفيروس كورونا في مملكة البحرين واستكمالا لمشوار التنمية والإنجاز مع ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية بحذر ومسؤولية تعود عجلة الحياة للدوران في مملكة البحرين كما كانت عليه قبل الجائحة الموظفون انتظموا بكامل أعدادهم في مقر العمل والمدارس شرعت أبوابها لاستقبال الطلبة وكل ذلك عبر التزام وحرص ووعي مجتمعي عودة الطلبة والطالبات إلى مقاعد الدراسة وعودة جميع الموظفين والموظفات إلى مقار أعمالهم عودة يستكمل بها مشوار العمل والإنجاز ولكن بحذر ووعي مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية والتدابير الاحترازية دون تجاوز ولا تسيب ولا استهتار الجهود الحثيثة التي بذلها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتعاضد شعب البحرين من مواطنين ومقيمين بوعيهم والتزامهم شكل علامة فارقة ونموذجا دوليا يحتذا به في مكافحة الجائحة نتج عنه انتقال سلس وآمن إلى المستوى الأخضر لتؤكد البحرين ما تمتلكه من مقومات بشرية واعية نهضت بها لتتصدر مقدمة دول العالم في احتوى انتشار الفيروس اشتركوا في القناة